ضمن ملفات قسم التحرير حول حصيلة عام 2017 فقد عدنا زميل محمود حسن سنبو تقريرا أهم نشاطات الجمعية الوطنية لعام 2017 رقابة الجمعية الوطنية لأعمال الحكومة لعام 2017 التي طالت العديد من المواضيع التي تهم الشعب الشادي فإنه من دون أذنى الشك فإن المتتبع لمختلف المواضيع التي ناقشها البرلمانيون خلال هذا العام فإنه يجد بالتأكيد أن بعضا منها تستهق الإشارة لما لها من أهمية بالغة في التاريخ السياسي لشاد فعلى سبيل المثال فإنه على أساس العملية الديمقراطية بداخل البرلمان الذي يضم كتلا برلمانية مختلفة منها موالية وأخرى مؤارضة لذلك فإنه لأول مرة من عمر هذه الولاية التشريعات الثالثة فقد قدم نائب برلماني من نواب المؤارضة وهو النائب مواتينجيه بيلينغر ملتمس رقابة ضد سياسة رئيس الحكومة باهيمي باداكيالبر المتعلقة بإدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تقذتها الحكومة بسبب الإجراءات التقشفية التي تمثلت في الإجراءات الستة عشر ومن ثم سحب الثقة عنها غير أن تصويت البرلمان على سحب الثقة لم يكن نسبة لعدم اكتمال النصاب وعليه فقد تم الرفع لجلسة موضوع آخر لا يقل أهمية عن هذا الموضوع ناقشه البرلمانيون وهو موضوع يتعلق بمستقبل أبناء الوطن وتطوير البلاد نحو الأفضل موضوع تمثل في رفع مستوى المدرسة الشادية حيث أن مستوها قد تدنى بشكل كبير وبالتالي قد يؤثر سلبا على تقدم البلاد وتطورها خصوصا في هذا الوقت الذي تميز بتطور تكنولوجي في من أجل ذلك ومن أجل إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة فإن الجمعية الوطنية قد استجوت خلال هذا العام مختلف الوزراء المعانين بشأن التعليم في شاد وهما نتج عنه إنشاء لجنة برلمانية لتقوم بإجراء تحقيق برلماني في مختلف الموصص التعليمية بهدف الوقوف على كافة المشكلات التي تقف عم تطور التعليم في شاد ففعلا أن هذه اللجنة التي تم إنشاؤها تحت رئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية موسى خدام فقد نشرت في شهر نوفمبر بعثات برلمانية في كافة أقاليم البلاد منها البيعثة البرلمانية لإقليم غيراء التي زارت كافة المدارس في قرى ومدن هذا الإقليم بهدف الوقوف على هذه المشكلات في الميدان نكمل السنة بقدم شديد القمينة فوقها كنترول في سيستام التربية والتعليم منها الوطنية نهاد الشاشة حتى لو قلتنا عن أفضل مع أصبحتنا سألتك قد وقتنا لماذا أفضل من نغنيها فأنت أتون أنني أفضل بارد فأنتاج من أنما يسعرون فأنتاج من المساقب أتون أن أخذت فأنتاج من المساقب فأنتاج من هجل فأنتاج من سادل وفي مجال اهتمامات الجمعية الوطنية بحماية البيئة من الدمار والخرب الذي تعرض له خلال السنوات الاخيرة رغم الاجراءات الصارمة التي اتقذتها سلطات البلاد العلية والتي لم تتمكن من وطء حد لهذه العملية التخريبية فان البرلمانة وبحكم الدور الذي يقوم به بداخل المجتمع فقد اوفد لجنته البرلمانية للتنمية الرفية والبيئة لتقوم بتحقيق برلماني ببعض القرى التابعة لمدينة جلندين التي تعرضت غاباتها لعمليات قطع عشوائية بهدف تحويلها الى فهم داخل لمن دخلنا وعملنا تحقيق لهذه العملية وجدنا ان كثير من الاشجار قد قطعت وجدنا تلاتة واربعة مناطق بتعملوا فوقها فهم بقطعوا الاشجار وبكونوها وبعدين بعملوا فوقها فرن وبعملوا فهم النداء الهسم نجوم فوقها من اللجنة ان الناس تكون واعية لان هذه العملية عملية خطيرة جدا الزحف الصحراوي الناس بالاسبوع الوطني للتشجير والحزام الاخضر الناس دخلت فوقها مليارات السيد الرئيس الجمهوري هو سيدة يعني كما بهذا النداء وفي سبيل تلقية حقوق الانسان التي توليها سلطات البلاد العلية اهمية بالغة وبما ان بعض اموات اللجنة الوطنية الهقوق الانسان اصبحت بالية اي لا تتماشى والوقت الراهن فان البرلمان قد اعتمد مشروع قانون جديد يتعلق باصلاح هذه اللجنة الوطنية كي تتفق مبادئ باريس لحقوق الانسان عموما ان هذه المواضيع التي ناقشها البرلمانيون خلال هذا العام ما هي الا جزء بسيط من المواضيع التي ناقشوها في اطار مراقبتهم لعمل الحكومة اذا على الجمعية الوطنية الاستمرار في نفس هذا النهي اذا بهذا التقرير حول نتائج حصيلة الجمعية الوطنية لعام 2017 نصلوا اياكم الى نهاية نزيل النشر الاخبارية العربية اشكركم ونطبي بالانتباه والمتابعة دمتم في امان الله الى اللقاء